أعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية بأن الجمعية العامة العادية ستقام هذا السبب بفندق الجزائر بداية من الساعة التاسعة صباحا أين سيتم عرض مختلف التقارير الخاصة بالسنة الأخيرة على أن يعقد رئيس اللجنة عبد الرحمن حمد ندوة صحفية عقب الأشغال كما سيتم في نفس اليوم انتخاب عضو ممثل للصحافة الوطنية داخل الهيئة الأولمبية بالجزائر